لم تفك الحكومة الجديدة عقدة لبنان المغرق بأزماته كما كان متوقعا حيث لا يزال الفساد والمحاصصة الطائفية هم الطابعان الأساس للعملية السياسية وفوق ذلك عدالة مقيدة العقوبات الأمريكية والفرنسية على شخصيات سياسية وأخرى اقتصادية تتبع لها وخصوصا أولئك التابعون لميليشيا حزب الله كشف عن عجز كبير يواجهه القضاء اللبناني والمؤسسات الرقابية لمحاسبة المتورطين بالفساد في البلاد صحيفة نيويك تايمز الأمريكية نقلت عن رئيس هيئة التفتيش المركزية اللبنانية جورج عطية تأكيده وجود منع للمفتشين التابعين له من مراقبة وتفتيش الكثير من المؤسسات التابعة للدولة ومنها مرفأ بيروت وهذه خطوط حمراء لا يمكن لعطية تجاوزها ويؤكد عطية أنه لا يستطيع توظيف أو عزل موظفين في إدارته فهذا تمييز تختص به الحكومة والنخب الطائفية التي ملأت مؤسسات الدولة بالموالين لها وهو ما فتح المجال أمام الفوضى وغياب الرقابة على مؤسسات الدولة تصريح رئيس هيئة التفتيش المركزية يكشف عن مدى ترسخ النظام الطائفي في الدولة اللبنانية والتي تواجه حاليا أعظم معضلتين محاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت وحل الأزمة الاقتصادية ملايين الدولارات حولت لخارج البلاد دون رقيب يتساءل اللبنانيون كيف خرجت ومن سمح بتحويلها أو عن مصيرها مع فرض واشنطن وباريس عقوبات اقتصادية على أصحابها مع عدم وجود آليات واضحة لمحاسبتهم ويرى مراقبون أن الأحزاب السياسية لا سيما حزب الله يحاولون حاليا الهروب إلى الأمام عبر افتعال أحداث تشير إلى انهيار الأوضاع الأمنية كما حدث في طيونة ذلك لإخافة اللبنانيين والمجتمع الدولي من تفجر حرب أهلية لبنانية أخرى وتخييرهم بين الفوضى وبين استمرار نظام الطائفي بشكله الحالي خيران يبدو أن الشارع اللبناني لن يردخ لهما مع استفحال الفقر في واقعه المعيشي وبحثه عن العدالة لضحايا انفجار بيروت وهما دافعان أساسيان كافيان لربما لثورة أكبر في لبنان من التظاهرات التي أخمد حزب الله وشركاؤه في التشير الأول عام 2019 ترجمة نانسي قنقر